في الدنيا لكن للأسف مش هتفيدهم في الآخرة فأهم حاجة علشان القوانين دي تنجح معاك وتكون ملك لازم تكون زبزباتك مرتفعة وتردداتك عالية طول الوقت عارفين يعني إيه تردداتك مرتفعة؟ يعني تكون مشاعرك راحة وسكينة ورضة طول الوقت والحالة دي ممكن نوصل لها بطريقتين إما أنك تكون مؤمن وما فيش عندك زنوب بتعملها وإما أنك تكون عاصي ومش خايف من ربنا ولا عمل له أي حساب يعني بتعمل الزنب وما بتندمش عليه أو بتعمل الغلط ومش بتحس بأي تقنيب ضمير فأنت كده بالنسبة للنظام الكوني زي الفل لأن هنا المشاعر اللي خرجة منك مشاعر راحة وسكينة ورضة فبالتالي زبزباتك عالية وهي دي الحاجة الوحيدة اللي بيفهمها الزبزبات فبيستقبلها الكون منك على أنها إيه إشارات إيجابية وبكده تكون نجحت وتتفعل معاك كل القوانين الكونية بنجاح وبيجذب لك الشبيه اللي هو عبارة عن إيه تيسير أمورك من صحة ومنصب وشهرة ونجاح وده اللي بيحصل مع الناس اللي هم بيعبودوا النار أو مشركين بالله ولأن هم مش مستشعرين بالجرم اللي هم فيه يعني ولا حاسين بندم بكفرهم ولا عندهم أي تقنيب ضمير فعندهم راحة وسكينة ورضة عن نفسهم فبالتالي إيه زبزباتهم مرتفعة وإيجابية فبيجذبوا لحياتهم كل ما هو إيجابي فالمقياس هنا بالنسبة للكون هو المشاعر فطالما الشخص يشعر بالراحة والرضة والسكينة سواء كان عمل زنب أو ما عملش معناه أن الزبزباته مرتفعة وإيجابية ومتوافق مع القوانين الكونية لكن مخالف للقوانين الإلهية في حديث شريف بيقول من تعلق بغير الله وكل إليه يعني إيه؟ يعني لو إن الشخص تعلق بالقوانين الكونية فقط أصبح الكون هو وكيله بأمر من الله أي حاجة بتعلق بيها بتكون هي وكيلك يعني ربنا بيوكلك للشيء اللي أنت متعلق به سواء كان مال أو شهرة أو غيره فتخيل بقى بعدما كان ربنا هو وكيلك بقى الكون هو وكيلك فإنت لو واعي تعمل إيه؟ تعمل إنك تجمع بين القوانين الكونية والقوانين الإلهية يعني تتماشى مع قوانين الكون لكن ما تبعدش عن تعليم ربنا وبدل ما تضطر تعمل الزنب وما تندمش عليه علشان تعلي زبزباتك وتعجب الكون لأ أنت تمسك نفسك وما تعملش الزنب أصلا فزبزباتك هتعلق لوحدها لأعلى تردد أنت دلوقتي لك حرية الاختيار عند قوانين إلهية وعند قوانين كونية تقدر تختار أنك تطبق شروط قانون حسن الظن بالله من دعاء ويقين بأنه قادر على كل شيء وتطلق النية مع فك التعلق والتوكل على الله وعدم الاستعجال في النتيجة وكمان تقدر تطبق قانون حسن الظن بالكون بأنك تعمل الزنب ومتندمش عليه علشان تحافظ على زبزباتك وكمان هيبقى معاك الشيطان حليفك وطبعا ما تنساش أنه هيساعدك وهيعرض عليك طرق أسرع علشان يحقق لك لنسك فيه أنت عارف طبعا أن الشيطان داخل في تحدي وأنه هو مصمم يبقى ورانا طول العمر فطبعا أنك طبعا سهل جدا تحقق أهدافك بسهولة أكتر مع الشيطان علشان كده بلاش نتعجب لما نقابل ناس ليلونهار غرقانين في المعاصي ورغم كده عندهم خير ورزق ولو بتقابل النوع ده من البشر افهم أن من وراء ده رسالة ليك لأن ربنا دايما يحب يختبلك عن طريق الأنواع دي من البشر يحطهم في طريقك ويشوف إذا كنت هتضعف وتكون زيهم ولا هتفهم أن هم مع الشيطان وتتعلم الدرس منهم ويا فاطمة حاب أقولك أن نموذك صحبتك دي اتعرض قدامك كاختبار من ربنا وهو نموذك استفزازي ليك علشان يشوف رد فعلك إيه فلو كانت مشاعرك كلها غيرة وحصرة وندم وحقد ده معناه أنك فشلت في الاختبار لكن لو كان الأمر ده عادي بالنسبالك وفهمت الدرس وحسيتي بالشفقة نحية صحبتك فده معناه أنك نجحت في الاختبار وتستحق كل الخير وإن شاء الله ربنا هيعوضك بوظيفة أحسن منها ونصحتي ليكم لما تقابلوا النوع ده من الناس ادعو لهم بالرحمة لأنهم فعلا يستحقوا الشفقة ومهما كان هو قدامك غني أو عنده صحة أو وفرة أو مال هو برضو يستحق الشفقة طالما هو بعيد عن ربنا وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأي حد دلوقتي بيسمعني وكان هو عاصر ربنا لا بيصلي ولا بيصوم ورغم كده أموره مت يسرة وعنده خير المفروض يحزن على نفسه لأن كانت مكافئته من الله هي الدنيا واللي واضح من اسمها أن هي فيها حقارة ودناء لأن القيمة الحقيقية هي اللي بتكون في الأخرة والمكافئة الكبرى هي بقربك من الله في الجنة فتخيل بقى أنت دلوقتي عملت إيه أنت دلوقتي استبدلت الدهب بالتراب باختيارك وبقردتك صحيح ربنا بيرزق العاصي والمؤمن لكن في فرق الفرق بقى أن رزق المؤمن كله بركة بالإضافة لما كانت في الجنة لكن رزق العاصي بيبقى دايما مش راضي عنه ودايما العاصي بيكون طمعان في الأكتر وعاوز يوصل بأي تمن وبأي طريقة لأنه مش حاسس بطعم السعادة ولا مستمتع ولا عنده رضا على طول قلقان وحيران وعبد للأهداف بيجري وراها وبس مش قادر حتى يستمتع بأي حاجة منها لأنه على طول عاوز يوصل لأكتر من كده بطمع وجشع وعدم رضا ملحدين بس على فكرة عطاء الله للعاصي مش دليل رضا إنما هو استدراج من الله عز وجل يقول رسولنا الكريم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مصر على معاصي فإنما هو استدراج ثم تالى الآية الكريمة من سورة الأنعام اللي بتقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمقوتوا أخذناهم بختة فإذا هم مبلسون فلو كنت تعرف حد حياته كلها غلط فغلط ورغم كده عنده خير ونعيم فهو كده يستحق الشفقة لأنه هو كده في مرحلة الاستدراج اللي هي عبارة عن إمهال للعاصي واستدراجه بالحاجة اللي بيحبها ونفسه يحققها علشان يفرح ويختر بيها وبعدين هيتفاجئ بعقاب الله على غفلة نسأل الله العافية يقولك يا فاطمة إن اللي حصل لصحبتك ده دليل على رضا ربنا عنها وإنه بيحبها حبيبتي ربنا لما بيحب حد صحيح أو يرضى عنه بيكفقوا بالجنة في الأخرة لأن ملك الملوك لما يرضى عنك ويحب يكفقك أكيد هيكفقك بمكافأة لئ به وبعظمته وبما إن الدنيا ما تسويش جناح بعوضة عند ربنا فمش معقول هيكفقك بحاجة ملهاش قيمة علشان كده الدنيا لحقرتها خلها سواب ومكافأة للعصيين فهتلاقي سبحان الله تعالى يبسط الدنيا لأهل المعصية ويزويها عن أهل الطاعة وما زاك إلا لدنائتها أما الجنة فلقدرها وعظمتها عند ربنا جعلها سواب لأهل طاعته شكرا شكرا